أن الله سبحانه وتعالى أمر أرشد إلى كتابة الديون قال تعالى في سورة البقرة يَا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّمًا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ فهذا أمر من الله بكتابة الديون نعم جمهور العلماء قالوا هذا محمول على الاستحباب بدليل قوله تعالى فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمنه في الآية التي بعدها ما ذكر الرهنة فجمهور العلماء على أن الأمر هنا أمر إرشاد واستحباب وقال ابن جرير وقلة من العلماء إن الأمر هنا للوجوب فالأفضل والأحوط والأحسن للطرفين أن يكتب هذا أفضل يعني عند الجمهور للندب كما قلت لأمر إرشاد واستحباب لقراء أخرى وذهب ابن جرير وبعض العلماء إلى أن الكتابة واجبة فالأفضل والأحوط أن يكتب الأفضل حتى في الدنيا في الدنيا والآخر الأفضل أن يكتب الدين والأصل أن الدين لابد أن يحدد بأجل إن عجز فذاك أمر آخر لأنه عقد القرض عقد لا ينبغي أن يكون فيه جهالة لأن هذه الجهالة تفضي للتنازل وأنا شخصيا جاءتني مرة مشكلة بين اثنين مالية دين قال لي الذي عليه الدين المدين قال لي لأنا قلت له سأرده لك هو مش قرض يعني لكن دين من مشروع بينه قال أنا لم أقول له سأرده في هذه السنة ولا السنة الجاية والآخر يقول لي لي أكثر من خمس سنوات أنا أنتظره هذا الجهالة التي تفضي إلى المنازعة هذه قاعدة في الشرع منهي عنها لابد أن نقفل باب الجهالة المؤدية إلى المنازعة الجهالة اليسيرة لتعارف الناس على التسامح فيها هذه لا بأس بها لكن هذا باب من أبواب المنازعات بين الناس والشرع جاء في إحكامه مرت حتى ينساه هو أصلا يعني مرت ينسى دينه يعني لا مثلا أفرض أنهما كتباه لكن لابد أن يحدد أجل القرآن